نفذ مشروع النظافة والتحسين بمدينة الشحر مشروع تاهيل المعالم التاريخية للمدينة والتي تأتي ضمن فعاليات أسبوع النظافة والبيئة ولتحسين المنظر الجمالي تفاصيل أوفا نتابع التقرير الآتي ها هي بوابة الشحر التاريخية تستعيد رونقها الأثري من جديد بعد أعمال الترميمات التي نفذها مكتب مشروع النظافة والتحسين بمدينة الشحر للمعالم التاريخية والتي تمثلت في سدتي العيدروس والخور لقد قمنا هذه الأيام بعادة ترميم المعالم التاريخية لمدينة الشحر ومنها سدة العيدروس وسدة الخور ويأتي ذلك ضمن الفعاليات أسبوع النظافة العالمي وإن شاء الله في الأيام المقبلة سيشهد المواطن في مدينة الشحر نقلة نوعية في مجال التحسين وتحتل سدتي العيدروس والخور مكانة هامة للمواطنين بمدينة الشحر كونها تعد رمزا تاريخيا شاهدا على حقبات من الزمن التي مرت بها المدينة ودلالة شاهدة للمداخل والحصون الخاصة للمدينة والتي يحيط بها السور التاريخي الذي تعرض للخراب والإهمال سدة العيدروس في الجهة الشمالية من مدينة الشحر وسدة الخور في الجهة الغربية وهناك ترميم الآن على مشارف الانتهاء وهذا ترميم مهم بالنسبة للسدتين هذه السدة العيدروس مثلا في عام 1867 تم بناء هذه السدة عبر السور وهي مهمة في عهد السلطان عوض بن عمر القعيطي هذه السدة لها اهتمام كمير إذا لم نحتم بهذه السدة ونرممها سوف تنتهي عن طريق عوامل التاريخ مشروع التأهيل الخاص بالمعالم التاريخية بمدينة الشحر لاقص تحسان الكثير من المهتمين بالجانب التاريخي وللمواطنين الذين يأملون أن تستمر هذه الاهتمامات وأن تطال كل المعالم والمآثر التي تعكس حاضر المدينة المتجدرة في أصول التاريخ ترجمة نانسي قنقر